احرز البريطاني لويس هاملتون سائق مارسيدس المركز الاول في جائزة موناكو الكوبرا المرحلة السادسة من بطولة العالم لسباقات الفورميلا وان في مونتي كارلو واحتل الاسترالي دانيل ريتشاردو سائق ريدبول المركز الثاني رغم انه انطلق من المركز الاول لاول مرة هذا الموسم بينما جاء سيرجيو بيريز سائق فورس انديا في المركز الثالث حيث وقف الحظ اخيرا مع سائق مارسيدس هاملتون بينما عاند زميله في مارسيدس ومتصدر بطولة العالم الالماني نيكروزبرغ الذي حل سابعا بفارق 93 ثانية فاصل اثنين من اجزاء الثانية